بونجور السلام عليكم سافا بخير بوزالي بيان كوشين زيان انا سافا الحمد لله ما تنسوش الاشتراك في القناة ديالي وتفعلوا الجرس باش يجيكم الجديد ديال الفيديوهات وتابعوني في انستاقرام سوك اكس شانيل اليوم اغلين دليكم واحد طريقة جديدة باش تصوبوا الكسكسو فاش ما تكونش عندكم الوقت فاش كسكونوا مزروبين اولى الازيتوديانت البنية الصغار لي باقين متعرفوش يسعملوا البرماء او لما عندهمش او لما ما متوفراش عندهم دونك هالطريقة جديدة باش تديرو كسكسو سريع رابيد فاسيل اغلين في واحد الوقت اللي هو واجز غن بدهوو دباخ بتنصوبوا الخضيرات ديالنا لكي ما كتشوفو هنا يا دونك مجدال الخضيرات ديالي اللي غندير شو يا ديال خيزو لكاغوت شو يا ديال الكرمب لشو بلان عندي اللفت بجاب الانواع ديالو لفت الصفار لفت البياض لفت المحفور اه قريعة خضراء شو يغريب وهو البسباس هنا يا الفينوي اول البسباس قريص اللي بانه مفيد مزيئ بزاف بزاف الناس اللي عندهم سكري او لامغوي يحافظوا اللي معدل السكر فهو واحد واحد الخضراء اللي هي مفيدة جدا وكتساعد على تعديل مستوى السكر في الدم لانه لانه لديهم لديم اللي غيسانية قريبات كسكسو لا نريكم كيف أشكدره بس كل شي كعرفي ده الكسكسو هتينصبو الخضيرات ديالنا إما بالحماية إما بالجاج والعطرية اللي هي معروفة شوية ملحة شوية الوزار الخرقوم سكنجبير زويتا وبسلا وماتيشا نوك أنا هادو ديجا درسي طيب شوية ديجا اللحم والحمص مع بسلا وماتيشا والعطرية غادي نسيد عليه دابا لخضرات ديالي وندوسو باش نشوفو الطريقة ليها سبيسيال إيكس باش نوجدو الكسكسو إي الله أحبكو معايا غادي نبيوتو جدي الكسكسو السريع ديالنا نوك هناك تشوفو عندي مليحة عندي واحد المعلقة ديال السم الحار وشوية ديال الزيت وهناي عندي واحد دونك زلافة ديال الكسكسو من نوع اللي كاتبغيو اي نوع ديالكسكسو اللي كيتباع في خلان الشيرة كي صدق في هاد هاد الطريقة هادي لنوك ناخدو او حد زلافة كبيرة او لا بول او صلادي ننطل فيه كسكسو دوقت الكيمية اللي غادي نحساجه للي غادي نكون صوميو اللي غادي ناكله كمية كبيرة ديال عدة اشخاص عائلة كبيرة فمن الاحسن انه يتفور دونك انا هاد طريقة بغايت نشاركها معاكم اما اللي غير هي و الزوج ديالها او لا جوج الناس لاسد الناس او لا اللي سكن بوحدو بغاي منشها كسكسو دونك هالطريقة فهي اه فهي اه فهي او افكاس وسهلة وسريعة دونك انا يدرد الكسكسو كنزيد عليهم مليحة زلت عليها هذه المعالقة ديال السمن غادي نزيد عليه شوية ديال زيت ونحاول لبسو هاد المكونات كاملين حتى يتلبس ليه مزيان كما كتشوفو هنا كنزيد شوية ديال الزيت والله وغادي نحركوه مزيان حتى قاعد الحبيبات ديالكسكسو يتلبسو هاد الزيت و هاد السمن وديك المليحة ومن بعد غادي نبدا ونزيدو في الماء الماء انا غادي نبدا بالمادية المريقة اللي كانت فيها ديالكسكسو هاللي غادي ندر في اللول هنوف PEAR عنا كما شفو الزيت بالجوج زلايف ديال الي ماء صاحب سنلzo هون بربعة زلايف ديال السائل هاده Toki glama يجب أن يكون كسكسو مرتب سوف يقوم بزلافة الكسكسو يقوم بزلافة الكسكسو ولكن لا يكون طائب إذا أردت الكسكسو سوف يقوم بزلافة الكسكسو بزلافة ونصف المطائب سوف نأخذ واحد الزليفة من المرقة الكسكسو سوف نكمل في مطائب الأسفة الكسكسو سوف نقوم بزلافة أربعة من المطائب أردت المطائب ويقوم بزلافة يبقى على حسب نوع الكسكسو ما يشرب فيها ما يمكن أن يقوم بزلافة الكسكسو سميدة أو بلبولة او القمح الكامل فكتبق على حساب النوعية انتو ما عبتانين مبادعينكم ميزانكم الإسانسيال او اللي مهم انه هاد الكسكسو يعني تدلو فيه الماء تحولو تزربو تدلو الماء يكون سخون غليان كما كتشوفو هنا يراه الفار طالعين را غدين حرق يديا في واحد المومات تل ما هو سخون ولكن رخص يكون طايب وتكبو عليه ذاك الماء تحرركم مزيان يكون كتشوفو عباركم الأحساب الكسكسو انا اعطيتكم العبار ولكن كما تزيدوا تأكدوا خاصة لم يكون فايت غير شوية هذا الكسكسو يعني ما يكونش كسكسو عائم فحل لا غدين تسلقوا الاباتة ولا غدين تسلقوا الروز لا خاصة هو غير شوية كتكبو عليه الماء يبدأ يتنفخ غير يتنفخ غير شوية يكون فايت غير شوية نص صبيع فغير ماشي بزاف صافي و تغطيو عليه يبشي طبسال من الأحسن ندروا لها بلاستيك غذائي و تسدوه مزيان و تخليوه ارتاح خمسة لعشرة دقائق و تحلوه و تخلطوه و تشوفو تحلوه مزيان بل يكون باقي ناقصو نزيدوا و تاني واحد القياس صغير يعني واحد نص صليفة كبوه و تسدو و تخليوه أنا بالنسبة لي هادك كسكسو جاني بزيان لابر ليدر تجاني نيشان نو قادين نصافيا نسقي نيشان ديركتما و ما زد علي تشي حاجة نو قادين هز القياس ديالي قادين نديرو في صحة التقديم و قادين ننسقي بالخديرة ديالي و كيما نسقي و كسكسورة كم عارفين كلا واحد و كيفش كيتنن في في البريزنتاتيون في الزواق و في التقديم فأنا دون قادين ندير قادين نهز الكمية اللي قادين نحتاج و الباقي قادين نخليها يعني لي وقتين آخر و نضن نصف في الخضرات ديالي أنا كنت زد في الخضرات مكون شوري زهالكم زد واحد في الفلاح حمرة كي عجبني لوجود الفلاح حمرة في كسكسورة و خلاص الحمص و الحمراء كنت نصبتوا قبل ما نوريكم الخضرات يعني هاد الطريقة هذي كتتخلي الواحد انه يمكن له يوجد كسكسورة في واحد الورقة اللي هو سريع و بطريقة اللي هي سهلة كسكسورة الناس اللي هما أصلا كيعرفون كسكسورة اولا من المبتدئين او اللي احتلش شي ولد ولا شراجل يسكن بحدود شها كسكسورة فما فيها بس يطيب الخضرات ديها الولا مع الحم و مع الدجاجة او لغا الخضرات بوحدها رقاء الولاد و قاعد ذلك يعرفوا صيب الطواجن و الكسكسورة اللي يكون حاله صعيف فيها تسفوار و فيه شوية ديل سمارة و كشيفة فهو دبار قدمت لكم بواحد طريقة هي سهلة و في موسنا والجامعة يعني هاد الكسكسورة يمكن يوجد في ممبا شغل نقول لكم الوقت اللي ستبفيه للحم يعني غابد اما إلا كنتوا دالين انتجاج خلاص فان الساعة رات يكون عندكم كل شي واجد اقل قاعدة من الساعة فوالا هدا هو النتيجة ديها الكسكسو ديالي غادي نسقيه ان شاء الله باش نتغدهو و بصحة و الراحة ان شاء الله في الفيديوهات الجيين غا نوريكم واحد الفكرة جديدة هي بالكسكسو لكن ما غاليش يعني جو بابغيلي لزيتاب ما غاليش نقول لكم كثرة من هذا الشي حتى تشاهدوها ان شاء الله في فيديو قاعدة لا تنسوش تدعموني تشاركو في القناة ديالي تفعلوا الجرس باش اشاك فا يكون شي فيديو جديدة ديكم اي نوتيفكاسيون او سقدروا تفرجوا فيها خلوا لي لايك قلوا لي واش تجربتوها الطريقة و اقتراحتكم اذا كنتو عندكم اطباق او اي حاجة تبغيونا ان تشاركوها انصم فخليوها لي في تعاليك و ركب قراءة جميع الكمنتر نجاوبكم عليها و نوجدها لكم ان شاء الله voilà تهل الله فرصكم وعين برشين فيديو ان شاء الله إلى فيديو قادم السلام عليكم